السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الزور في اللون كان المنتظر أن تنطق اليوم غرفة الاتهام بإطلاق الصراح الجنرال ماجور المتقاعد علي إغديري بعد ما طعنت طعن المجلس الأعلى للقضاء طعن في التهم الموجهة لعلي إغديري واعتبرها غير مؤسسة وطعن في أحكام قاضي التحقيق اللي راه مخلي علي إغديري منذ عشرين شهر في السجن عشرين شهر وعلي إغديري في السجن كما قلت كان المنتظر أنه اليوم يخرج لأنه منذ 16 ديسمبر وين المجلس الأعلى للقضاء ناكور سيبرام اعتبرت أنه التهم تهم هذه غير مؤسسة من ذلك ريوم وجنراء علي إغديري يعتبر في وضع غير شرعي في حبز تعسفي في سجن لا شرعي في دولة لا شرعية يرقصها رجل رئيس جمهورية غير شرعي كل شيء يريح في اللا شرعية في البلاد هذه هذه هي جزائر الجديدة اللي تكلموا عليها جزائر اللي القانوني تعفز فيها ويمشي غير في الشيء اللا شرعي دون الإيجاليتي أبسولو وعلاش اليوم غرفة الاتهام بالرغم أنهم عادوا تشكيلة دعبوا تشكيلة جديدة كما طلب طلب المز على القضاء ولكن قضاءة جوبانا قضاءة رخاص بالمعنى الشعبي العام اللي عبر صح على هذه القضاءة قضاءة جوبانا ما يقدرونش يفصلوا في قضية بدون تليفون ما يقدرونش يفصلوا في قضية بدون تليفون بالرغم أنه النصوص القانونية واضحة جنرال غديري لما تم توقيفه هذه عشرين شهر كان بأمر من المقبور جيد صارح جيد صارح كان يفتش على غديري من سبب واحد أنه غديري ترشح للرئاسيات تأفريل 2019 كمنافس لعبد العزيز بوتفليقة اللي كان هو مرشح تأفريل المقبور جيد صارح من المقبور هو اللي فرض ترشح بوتفليقة للعهداء الخامسة هذا كلام نقول فيه ما شي قال استنتاج هذا كلام يعني تقال للنهار اللي تم اتخاذ قرار ترشيح بوتفليقة للعهداء الخامسة نرى هذاك كان ساعد بوتفليقة شخصيا خبرني قتلوا انتم رايحين للانتحار سي سويسيدار كيف فات قال يجب تعرف باللي راو ماشي لسيرق الفاميليال اللي ياخذ القرار صح لسيرق الفاميليال عنده كلمة يعني العائلة عندها كلمة ولكن كاين الدائرة السياسية بالاضافة للدائرة العائلية اللي هم تكون ملاراندي ولثلان والتاج وتعمار غول وبنبي وتعال كلا الاخر الخرط و عمار بن يونس وكذا و كاين الدائرة العسكرية لسيرق الميليتار قلي ما تكون على بالك بهذا الشيهاد هذا و طبعا اللي كان اللي حساد دائرة العسكرية شكوز ستت الجايد صالح الجايد صالح لما يترشح على غديري كان يشوف انو على غديري هذا هو الواقع لانو قاعد الاخرين ستت دو خور طو الوصول 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 مع كل هذه تحضير و كانت كون تحضير من خلطها بابا على خلطها يعني نفهمو انا كنت ضد كل هذوك المشاكري كنت دايرم هو مخلطها ومنهجية اعتعبانة وعافسها وقضت بالحملاوي كنت انت قدت في وقتها قدت في وقتها ورسلت له مع واحد ولد بلادنا من العرش دياله وحبيبه وقدامنا صديق مشترك يا ولدي ها وراك رايح فتحت لقاناة المال تيفي ما حبش يجي تكلم لا تصيب تليفيزيو تقول لك ارواح تتكلم سبعة وعشية تقول لا بشكو ولكن المهم كان ازعج القائد صالح انا نقول هذا وعشرين تكلم بموضوعية انا ما اي ما سنتش على اغديري في لنا ولكن لما طليبا تكلم عليه ان الوحيدي كنت اعطيت الصرف لطليبا رجعت لبلاستو الناس تذكر هذا الشيء وعلي اغديري باقي تذكره وقلت انا ما دفعت على علي اغديري اني ولد بلادي وانما دفعت على راجل متقف راجل كان انت ما لمؤسسة الجيش وخرج نظيف منها تخلي نظيف وخرج نظيف ويأتي واحد اليوم ره متابع بتهمة الفساد يتكلم عليه نيفو اردواز يأتي يتكلم عليه المهم نرجو على موضوعنا ترشح علي اغديري خلى القاية الصالح يحقد عليه لانه علي اغديري كان المنافس الوحيد اللي قادر يخلط اوراق القاية الصالح والقاية الصالح كان دائما ضد العسكريين اللي يخرجوا ويجعلوا سياسها منهم كان جنرال موحند اعلاء في الفين واثناش وكان دا يتكلم وذا منعليه الدخول لسيركل تاع بنيم السوس النادي الجيش على بنيم السوس تشوفوا تفاهة على المقبور هذا الجاه لهذا النيفو يتكركر قلتها في حياته في وقته دخلوا بأي تهمه واذا يتهمني وجوه هذا وذكروا مليح وارجعوك وقدرت عدد اسجيلات في الموضوع هذا انه لما وقفوا علي اغديري ما كان عندهم والو بدأوا الولين اللي وقفوه جماعة عنطر الامن الداخلي بحثوا معه مصاب والو تلقوه خرجوا منها ودوه جدارميه راح جدارميه كيف كيف تلقوه مصاب والو بحثوا المحكمة العسكرية لبليدها ليس هو اللي كان يمشي يعني ليسوا المحكمة العسكرية ما صابوا عليه ووالو تلقوه وماذا يفعله لانه قلت اياه هذا ما عسكر ما قلتوا يفعله بالرغم الاوامر وكان قايد صالح هو رب عليه ولكن العبازة عمى شغلتها تبقوا القانون عليه حسبوا الوالو قانونيين يشوف واحد الرخيص بالرخيص واكيل جمهورية في محكم الدهر البيضاء تبقوا حتى علاقة بالرغم ديري وحتى يعني للكمبتنس تريطوريان لا تبقوا وش يتهمو يتهمو بالتخابر مع القوى الجنبية وتسليم معلومات القوى الجنبية شوف واذو التغيوليت هدايا يا بلدي انت لا يتهمو المخابر الاجنبية ساكنة في الزائر وتخدم عيناني تخدم عيناني وكي حاجة تغيب له معيه والوزير والأي وعند مسرق الهات لا يتهمو الأمم في الجزائر لا يتهمو مكافحة الجوسسة ومكافحة الجوسسة الجزائر لا يتهمو جسسة وغيرت لم يتهمو ما يتهمو ويجعون منها وجود المخابر الجلد العظم لم تقعد فيها وانا سيتهمو ويجعون بعدين لم تنتفعون قال لهم معلومات وقداء ومنع ويقوم باعد يقول لك وقام بمساس بمعنويات الجيش هذا الجيش هذا ردو حاشم نسمعك الشرموطة لما نعرفه يعني اي حاجة تتمسوا تحبطوا المعنويات اي واحد يتكلم هذا المعنويات تهبط يقول يبكي يحبطوا المعنويات الػو 재� smoوجهوا تحبطوا للمعنويات أعلنوا جيشه التي ترويز وتعلموا جيش الذين ترقس هذا الجيش وiconceptوا جيش الري weeks وهو الذي يوجد الكلمة لتدخinge الحقيقة لنصابه معهم خباثة خباثة ما عندهم مش بش يواجهوا المهم راجل يحطوه في الحبس اليوم عشرين شهر بش في نهاية الامر يقول لك تهم هذي ما كاش منها ما قدروا يثبتوها حتى حرش واحد زعمه اهزه معاه وبدأوا منه وحبه يدقله طاكلات لهمش المهم مات المقبور الله لا يرحم فيها اعظم ونقول هذي تقول لي لا ما يجوش في الدين اوه الرجل هذا يعفز في بلد كاملة سرق ثورة عشاب اه بكة اه اه اطفال وولدين وزوجات وكذاب بكهم وتقول لي لا يزن ترحم عليه انا راح تخرف على راحك وش تقول لي نرحم على واحدك ما هذا يعني وزيد سراق وولده سراقين سراق حتى مقال فيك وجاهل شوف افعاله وتتكلم عليه ماشي هذا افعاله وتتكلم عليه اليوم اذا كان راجل عنده ولاد عنده والديه كبير في السن مسكين خرجنا يفضو يعني كل هذا الاخرين تقول لي انت رحم علي الله لا يرحم فيها عظم الله لا يرحم فيها عظم لا يرحم لا يرحم من عائلة لا يرحم من عائلة لا يرحم من عائلة خلال البلاده على جلب النرجاسية يجي يعين لك اتفه ما يوجد في الطبقة السياسية يعينه رأي الجمهورية مرخاص يدارين به اتفه ما يرحم من عائلة اتفه ما يرحم من عائلة هذا هو مشكل الجزائر المهم في عشرين جوان عشرين يقول لك ينحلوا التهمة تخابر من طرق روسية الذي كان يتخابر مع الاجانب هو القيد صالح مع الاماراتيين بيع البلاد الاماراتيين ماذا يتخابر؟ شوف المستوى مع ما يتخابر؟ مع الاماراتيين قبل ما اتنين ناحية بودفريقا راح مرتين الامارات والثارثة جاءوا لها الاماراتيين البشار شوفوا كيف يتخابر لانه امواله على طرف الامارات شوفوا البلاد هذه شوفوا المهم مات المقبور جاءوا لبادو الكاراكوز و الدمية التي في الدين نحن العين و رئيس و جاء شخص يخرج من الاماراتيين سيشنغريحة ايه؟ يجعلوا مزيف الحبز نحن نهار 16 ديسمبر المسجد العالي القضاء يقول لك خلاص هذه التهم هدوما ما كاش منهم غير مؤسسة تهم هدوما غير مؤسسة و اليوم لشامة الدكوزاسي و غرفة الاتيان تجمع من المفروض اشتغلوا هدوما الأعقل لا قال لك المحكمة اجرت الى اجل غير مسمى اي اندات الالتاريير في شهرين عام عامين اجل غير مسمى اي اندات الالتاريير شوفوا بني كلبون الانذار الولاد الانذار الرخاص بني الرخاص أنا أدري اللغة الشعبية الرخيص نسميها الرخيص لا أعرفها كيف عدت بيناتهم تعال عصابهم؟ توفيق داروا البروست بالسبت من الناس لا تخدمش بالخميسة عايتوا الزفوغاء كل ما روحوا نهار السبت نزار الجزار يدخلوا وفي أفيون بريزيدانسيال وليس لم يعمل معارضة على الحكم في عشرين سنة ولم يشارعش عليه من المفروض عند الحكم تعمل معارضة وتشارع عليه محكوش لم يشارعش عليه مطالب في قضايا أخرى تبيض الأموال وذرك غدوة أو غير غدوة نضعك من الفيديو الذي يثمت بالذي ينزار تبيض الأموال وهرب الأموال وتحاول أن تكون بالوثيقة لا يوجد شيء أخر يدخل معلم كان يدخل معهم مدارة انترنسيال ومعكمة سيدة محمد وإذا هذا الملف وعلاسك إيف بوني مورا فرنسا مورا لا يوجد إيف بوني مورا لا يوجد قوى فرنسية فرنسيال تخبر مع الأجانب كيف هذه الجزيرة الجديدة التي تكلمون عليها الأنذال لا يوجد نزال القضاء بالتليفون نزال القضاء بالتليفون لأن ساعد شنغري يجب أن يجب أن يكون مرحة وليس لديهم يجب أن يكون كرة كوية في غديري لأنهم يطلقوه ومعرفة ومعرفة يجب أن يكون تاريخ الفلاني لأن المشكلة الجزائر جزء الكبير المشكلة الجزائر جاء من القضاء قضاء أولاد أحرام قضاء أولاد أحرام ومعرفة قضاء أولاد أحرام نعرف مليح القضاء الجزائري لدي ألف أفر فيه من عند هذا الكلاب والذي قبل منهم ومعرفة 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 قضاء ومعرفة 92 ومعرفة أولاد أحرام منهم هذا الزغماتي أكبر ولد حرام هذا الزغماتي أكبر ولد حرام هذا الزغماتي اللي يأتي يعفز فيه ويمشي على أبوه ويمشي بيه ويقوله سيدي اللي يزوج به ما يقوله بابع هذا الزغماتي اليوم يسألون أوامر عند سايد شنجريحة ليسوا بروحوا وربيه في البرق بصوة من يروحوا ما عندهم من يروحوا هي حاجة اللي باش تكون في البرم نهار اللي يخرج على يغديري من السجن رح يترفع للرؤوس وهذيك يرفعوها للرؤوس ويجوه بالألاف باش يخرجوه هذيك أكبر صفعات تتوجه للنظام الخبيث نظام البندية نظام البندية لا يوجد مافيا لا يوجد مافيا نظام البندية الله يقدر خير البلدنا وسمحوا لي أن نقول هذا ضحايا البروطاغوندا العصابة إذا سمعتوا لي ما سوف نقوم بكم أنتم مئوس منكم لا تستطيع أن تسمعوا والتعريق لكم رقم غير تطلعوا لي في نشبة المشاهدة هذا لا يوجد ضروا تحلالكم تسمعوا و بعد ذلك لا يوجد من أجل أن تكون السكيزوفرانا لا يوجد ما يقوم المهم المرة و بعد ذلك الضحايا البروطاغوندا العصابة لا تسمعوا لي لا يوجد النشرة الثمانية و تسيبها في الفيودي السلام عليكم و الرحمة الله و بركاته